السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط ودرس جديد من دروس مادة الأحياء واليوم وصلنا إلى فصلجة عمل الجهاز العصبي المركزي للإنسان أي كيف يعمل الجهاز العصبي للإنسان هنا أدنى هذا الرسم بجزئين أولا يمثل أن هذا ألف يمثل الوصلة العصبية وهنا ما يسمى بالأفعال الإنعكاسية هذا بالبداية قلنا هنا أدنى نوعا من الألياف العصبية اللي هي ألياف عصبية حسية وأعصاب واردة أو صادرة وألياف عصبية حسية وحركية الألياف العصبية الحسية نقصد بها هنا الألياف العصبية التي ترتبط بالجلد وغيرها من الأجهزة الحسية للإنسان والتي تستطيع شنو أخذ المنبه كأن يكون قرصة نحلة أو لسعة دبوس أو نار أو غيرها من الأشياء اللي يمكن أن يتحسس لها الإنسان وينقلها بواسطة الليف العصبي الحسي إلى الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي تذهب إلى الجهاز العصبي المركزي ومن ثم الجهاز العصبي المركزي يرد عليها إلى الحبل الشوكي وهنا إلى الليف العصبي أو العصب الحركي هنا راح ينطي إعاز عصبي للعضلة بأن تسحب اليد أو أي جزء من أجزاء الجسم من مركز الخطار كأنه يكون قلنا نار أو شوية شي أو قرصة حشرة أو لسعدة بوس تصيب الإنسان هنا الجزء الثاني منه وهو الوصلة العصبية الموجودة في الجهاز العصبي لأنها تتكون من تشجرات الخلايا العصبية والمحاورها هنا التشجرات التي تستلم الحوافز وتنقلها إلى داخل جسم الخلية ثم من داخل جسم الخلية تأبر إلى محاور الخلايا هنا مثلا نرى هذا المحور وهذه الحوايصلات وهذه الوصلة العصبية وهنا هذه الناقلات العصبية التي تنقل الإحساس أو الشيء الذي سنستلم إلى الناقلات العصبية ومن ناقلات العصبية إلى تشجرات العصبية لخلية أخرى وهكذا من خلية إلى خلية أخرى تنتقل الأحاسيس أو الأشياء التي سنتحسس لها مثلا هنا لدينا فسلجة عمل الجهاز العصبي تقوم الأحصاب في جسم الإنسان بالسلسلة من الوظائف هدفها طبعا هي تنسيق حمل جسم الإنسان وتنظيم علاقته بمحيط الخارجي مثل ما قلنا من نستلم أي شيء من محيطنا الخارجي يعني يكون أي منبه أو أي شيء آخر أو أي خطر على جسم الإنسان تنقله من خلية عصبية إلى أخرى وهكذا إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يقوم بإرسال الرد عليه وسحب جسم الإنسان أو ذلك الطرف من موضع الخطر نجي هنا ما هو الإعاز العصبي هو انتقال الحوافز العصبية من خلية عصبية إلى أخرى وهو يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي بالأسلاك هنا منطقة التقاء التفرعات الشجيرية لخلية مع محاور خلية أخرى تسمى بالوصلة العصبية أما التقاء الخلية عصبية بخلية عضلية أخرى تسمى بالوصلة العضلية العصبية وهناك أيضا أنواع من الإعازات مثلا إعاز عصبي من الجهاز العصبي المركزي نسميه إعاز عصبي صادر أي الذي يخرج من الجهاز العصبي ويذهب إلى أنحاء الجسم أما الوارد فهو الأحاسيس أو الإعازات التي تنقل من الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي هسا تبلغ سرعة انتقال لإعازات العصبية في داخل جسم الإنسان بالتسعين متر بالثانية أي أنها سرعة هائلة جدا إذا معرفنا أن أطول إنسان في العالم قد يبلغ طوله مترين ومستعش أو عشرين سنتيم نلاحظ أن انتقال لإعازات العصبية في داخل جسم الإنسان يبلغ أعشار من الثانية وبذلك تكون سرعة هائلة هسا ما هي أنواع الأفعال العصبية؟ عدنا ثلاث أنواع من الأفعال العصبية الأفعال الإرادية الأفعال اللا إرادية والأفعال الأكاسية ما هي الأفعال الإرادية؟ هي الأفعال العصبية التي نقوم بها بإرادتنا مثل المشي والكلام والسمع والكتاب وغيرها أشياء نقوم بها بإرادتنا هذه مركزها يقع في المخ الأفعال لا إرادية هذه أفعال نقوم بها من خارج إرادتنا مثل التنفس وضربات القلب وعمل المعدة والأمعاء أي أننا لا نسيطر عليها فتكون لا إرادية وهذه مركزها يقع في النخاء المستطيل الأفعال الأكاسية وهذه مثل سحب اليد أو القلم عند وغزها بأبرى أو دبوس يعني فعل الأكاسي لضرر أصاب الجسم فيقوم الجسم بسحب ذلك العضو منه هنا مركزها يقع في النخاء الشوكي وتسمى المكان الذي يرد عليه على هذه الأفعال بالقوس الإنعكاسي هنا أدنى بعض المعلومات التي ترد في الكتاب خاصة في هذا المكان الأحمر أو البرتقالي هذه مفيدة جداً طبعاً في حل الأسئلة الفصلية هنا أول معلومة يقول لا يمكن تعويض الخلايا العصبية في الدماغ في حال تلفها بخلايا أخرى تحل محلة يعني ما ممكن أن نستبدل خلية عصبية بشيء صناعي هنا تدمر المخدرات عمل الخلايا الدماغية ويفقد الإنسان قدرته على التفكير والعمل الجلطة الدماغية ناتج عن عدم وصول الدم في الأوعية الدموية الشعرية المغذية لخلايا الدماغ بسبب تجلط الدم في داخل الأوعية نجي هنا الأمراض العقلية ناتج عن خلل في عمل أنزيمات الخلايا العصبية في المخ يعني الأمراض العقلية تنتج عن خمل عن خلل عفو في عمل أنزيمات الخلايا العصبية في المخ هنا بعض الأمراض التي تنتج من عمل الجهاز العصبي مثل أمراض النفسية كالكآبة وغيرها وشكرا على المتابعة